النوع السابع من أنواع الدوال هو الدوال الجبرية الدوال الجبرية هي دوال خاصة من حيث تمثيلها بيانيا وهذه الدوال تأخذ شكل كثيرة الحدود من الدرجة n في x على الصورة fx يساوي a0x2 a1x2-1 a2x2-2 زائد إلى زائد an حيث a0 a1-2 إلى an ثوابت و a0 لا تساوي 0 وتنقسم هذه الدوال حسب قوة x أي xx تمثل درجة الدلة وتنقسم إلى الآتي رقم 1 الدوال الثابتة الدلة الثابتة تعتبر حالة خاصة من الدوال كثيرة الحدود عندما تكون n تساوي 0 في الحد العام للدلة كثيرة الحدود a0x2 أي أنها دالة من الدرجة الصفرية حيث قوة x أو sx في هذه الدلة يساوي 0 وبالتالي هذه الدلة لا تحتوي على x حيث أن قيمة y لا تتغير مهما تغيرت قيمة x والصورة العامة لهذه الدلة fx يساوي a حيث a عدد ثابت و a تنتمي إلى r حيث r هي مجموعة العدادة الحقية وهذه الدوال تمثل بانيا بخط مستقيم موازي محور x حيث محور x محور y هذه الدلة تمثل بالخط وهذا الخط يوازي محور x مثال إذا كانت fx تساوي 6 ارسم الدلة لرسم هذه الدلة يتم التعويض في الدلة بقيم x المختلفة يتم التعويض في الدلة عن x تساوي سالب 2 يكون ناتج التعويض f في سالب 2 يساوي 6 يتم التعويض في الدلة عن x تساوي سالب 1 يكون ناتج التعويض f في سالب 1 يساوي 6 عندما x تساوي 0, f0 يساوي 6, x تساوي 1, f1 يساوي 6 أي مهما تم التعويض في الدلة بقيم أي قيمة من قيم x يكون ناتج التعويض ثابت وهو يساوي 6 وعند رسم الدلة نجد أن الدلة تمثل بخط مستقيم اللي هو الخط الأحمر في هذا الشكل هذا هو دي الدلة خط مستقيم يوازي محور x ومن الأمثلة الاقتصادية الشائعة لهذا النوع من الدوال دلة العائد الحدي ودلة الدخل الشهري الراتب حيث أن الراتب الشهري غالبا يظل سابتا خلال السنة مثال إذا كان الراتب الشهري الموظف في أحد المؤسسات يساوي 5000 ريال شهريا مثل هذا الراتب بدلة سابتة لتمثيل هذه الراتب بدلة سابتة يتم تمثيل الدلة fx يساوي 5 حيث المبالغ بألاف ريالات هذا الشكل يوضح على محور x الشهور الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث وكذا إلى الشهر الاثناشر ونجد أن الدلة ممثلة بهذا الخط دي الدلة حيث نجد أن الدلة ممثلة بخط مستقيم ووازي محور x لأن الراتب 5000 ريال يظل سابتا من أول شهر إلى الشهر الاثناشر ثانيا الدوال الخطية أو النوع الثاني من أنواع الدوال الجابرية هو الدوال الخطية وهي دوال من الدرجة الأولى أي أنها دوال تحتوي على x وتكون قوة x فيها أو أس x فيها مساوي الواحد والدلة من الدرجة الأولى تعتبر حالة خاصة من الدوال كثيرة الحدود عندما تكون n في الحد العام تساوي 1 a0x2 للدلة كثيرة الحدود والصورة العامة لهذه الدلة y تساوي ax زائد b حيث a و b ثوابت و a لا تساوي 0 أيضا x تمثل المتغير المستقل و y تمثل المتغير التابع و a هي عبارة عن ميل الخط المستقيم و b نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الرأسي وهذه الدوال لها استخدامات كثيرة وخاصة في الدراسات الاقتصادية هذه الدلة تمثل أو تمثل الاتجاه العام للخط المستقيم لأنه عند رسم هذه الدلة نجد أن الدلة تمثل بخط مستقيم ولذلك سميت هذه الدوال بالدوال الخطية و توقف اتجاه الخط المستقيم على قيمتين a و b السواب إذا كانت fx تساوي 5x-1 ارسم الخط المستقيم الذي تمثله هذه الدلة وادرس اطرادها وحدد مجال تعرفها لتمثيل هذه الدلة بانيا نفترض ثلاث قيم أو يتم التعويض بقيم x المختلفة في الدلة اللي هي fx يساوي 5x-1 لنحصل على قيم منظرة للمتغير y أي أن قيم x ينظرها قيم للمتغير y فعند التعويض في الدلة عن x تساوي 0 fx-0 يساوي 5x0 ناقص واحد يساوي سالب واحد fx-1 يساوي 5x1 ناقص واحد يساوي 5x1 يساوي 4 وفف 2 يساوي 5x2 ناقص واحد يساوي 10 ناقص واحد يساوي 9 هذه القيم قيم افتراضية يمكن التعويض بقيم اخرى يتم وضع القيم في هذا الجدول قيم x وقيم y ثم يتم رسم هذه الدلة في هذا الشكل والخط الذي يمثل الدلة هو الخط الأحمر ومن القيم التي تم التعويض بها في الدلة نجد أن قيم x متزايدة وقيم y أو قيم الدلة تزايد أيضا وبالتالي الدلة تزايدية على جميع قيم x حيث x تنتمي إلى r وهذا يتضح من الشكل أيضا مثال إذا كانت f في x تساوي 3x زايد 2 فأوجد f في سلب 2 f في صفر f في واحد f في خمسة للحصول على هذه القيم يتم التعويض في الدلة أولا f في سلب 2 3 ضرب سلب 2 زايد 2 3 في سلب 2 بسلب 6 زايد 2 يساوي سلب 4 f في صفر 3 في صفر بصفر زايد 2 يساوي 2 f في واحد 3 في واحد 3 في 3 زايد 2 يساوي 5 f في خمسة 3 في خمسة 15 زايد 2 يساوي 17 مثال إذا كانت دلتي العرض والطلب على سلعة معينة ممثلة في النماذج الآتية نموذج العرض y يساوي 40 ناقص 4x نموذج الطلب y يساوي سالب 8 زايد 4x والمطلوب 1 إيجاد سعر التوازن 2 إيجاد كمية التوازن يتحقق التوازن في السوق عندما يتساوي العرض مع الطلب أي يتم مساوات نموذج العرض مع نموذج الطلب سنحصل على المعادلة 40 ناقص 4x يساوي سالب 8 زايد 4x يتم حل هذه المعادلة بالحصول على قيمة x التي تمثل سعر التوازن في السوق نقوم بنقل 4x من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيصر بعكس الإشارة ثم نقوم بنقل 40 من الطرف الأيصر إلى الطرف الأيمن بعكس الإشارة أيضا لنحصل على سالب 4x ناقص 4x يساوي ناقص 8 سالب 40 جعلنا المجاهيل في طرف والثوابت في الطرف الآخر لحل هذه المعادلة سالب 4x سالب 4x يساوي سالب 8x وسالب 8 سالب 40 يساوي سالب 48 نقوم بقسمة طرفي المعادلة على معامل وهو سالب 8 لتصبح في الصورة سالب 8x على سالب 8 يساوي سالب 48 على 8 سالب 8x على سالب 8 تساوي x سالب 48 على سالب 8 يساوي 6 إذن سعر التوازن يساوي 6 أي أن قيمة x تساوي 6 هذا هو المطلوب الأول المطلوب الثاني كمية التوازن نحصل على كمية التوازن بالتعويض في أي معادلة من المعادلتين السابقتين بقيمة x تساوي 6 ولتكن المعادلة رقم 1 معادلة العرض يتم التعويض فيها عن x تساوي 6 y تساوي 40 ناقص 4 في 6 40 ناقص 4 في 6 و24 40 ناقص 24 يساوي 16 أي أن كمية التوازن تساوي 16 يتحقق التوازن عندما x تساوي 6 و كمية التوازن كمية التوازن تساوي 16 وحد تساوي